للمزيد من التحليل ينضم إلينا من بيروت سيد بشارة خير الله الباحث والمحلل السياسي أهلا بك سيد بشارة بداية ما هي حصيلة المفاوضات التي أجراها الحريري مع ممثلي الأحزاب والكتل النيابية وما المتوقع أن يخرج عنها يعني حتى اللحظة تبدو الأجواء إيجابية اللهم أن لم يدخل الشيطان في التفاصيل يعني بعد سنة على استقالة سعد الحريري ثم عودته بعد حكومة فاشلة جدا من كبل رئيس الحكومة المستقيل حسن دياب ومن بعد تسميت مصطفى أديب ثم اعتزاره عاد الحريري ليسمى بأكسرية خفيفة 65 صوتا ويؤلف حكومة ما حصل يشجع الحريري على عدم التهاون أو عدم التفريط بالثقة التي نالها من الناس المعتردين يعني اليوم البطريارك مربشارة بطرس الراعي مؤيد للثورة واليوم أعطى كلاما جميلا لسعد الحريري لتأليف الحكومة غالبية الناس تدعم السورة وتؤيد السورة تأمل من تكليف الحريري خيرا لأن الأجواء تبدو إيجابية أجواء داخلية وأجواء خارجية وهناك ترابط ما بين الداخل والخارج وخاصة من بعد تفجير المرفق سامح هذه الإجابية التي تتحدث عنها هنا سيد بشارة وعلى ما يبدو أن هناك تمسك من قبل الثناء الشيعي بوزارة المالية وحزب الله يتحدث عن وزارة الصحة وهي نفس العقبات التي واجهت مصطفى أديب في الحكومة السابقة ولم تؤدي إلى نجاحه وبالتالي كيف سينجح الحريري بتشكيل الحكومة أمام هذه المواقف من قبل بعض الأحزاب والتي تتعارض مع المبادرة الفرنسية هنا التحدي الأبرز أمام سعد الحريري الرئيس المكلف من جديد لتشكيل الحكومة لأنه لو جينا خبرناك من شهر أنه رح بيصير فيه مفاوضات لترسيم الحدود كان الكل شكك وما حدا صدق وفجأة صحينا يوم على المفاوضات ولو خبرناك أنه رح يلتقي سعد الحريري بجبران بسيل بها البساطة أيضا كان الكل شكك وما حدا صدق وكانت مبارح إذا بدك المجملات سيدة الموقف هناك من استطاع بالكرباج كرباج العقوبات إنزال الجميع عن الشجرة يعني ما كنت بتخيل أنا بتشوفي جبران بسيل قاعد مع سعد الحريري بهالسهولة لو ما فيه هناك شبح اسمه شبح العقوبات وهناك مبادرة فرنسية كمان تهدد بالعقوبات وهناك دعم أمريكي للمبادرة الفرنسية فأزن اللي كنا نشوفه مستحيل قبل رح نشوفه ممكن هلأ يعني مثل ما كنا نقول أنه يستحيل أن تقبل الثنائية حزب الله هو أمل بالبدء بمفاوضات ترسيم الحدود اجت العقوبات غيرت المسار وبدأ ملف الترسيم وأيضا قصة التسهيل بتكليف الحكومة وأيضا خلينا نزيد إضافة على موضوع العقوبات هناك مصلحة مشتركة للجميع لتسهيل تأليف هذه الحكومة يعني اليوم الحكومة تؤلف بالاتفاق ما بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة والرئيس الجمهوري الرئيس الجمهوري بعد عنده سنتين من عهده وبحاجة إلى إنجاز ما لذلك عليه تسهيل أو من مصلحته تسهيل تأليف الحكومة لإثبات حد أدنى من الإيجابية أو بما تبقى من ولايته الرئاسية أهل الوصول في هذا الوقت سيد بشارة خيرالة من بيروت الباحث والمحلل السياسي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة